في بيان لوزارة النفط الاتحادية العراقية أوضحت فيه تشويه الحقائق من الجهة التي أطلقت على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان أبي كور أكدت أن توقف الصدرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أذار 2023 كان بسبب قرار تركي أما سبب توقف التصدير حاليا يعود لامتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم إنتاجها رسميا إلى حكومة الأقليم خاطبت الحكومة الاتحادية والوزارة بكتب رسمية تضمنت ضرورة تسليم الإنتاج النفطي لغرض تصديره والتأكيد على وجوده بكميات تصل إلى 225 ألف برميل يوميا دون علم الوزارة هذا وتؤكد الوزارة أن العقود المدعى بين الشركات النفطية ووزارة الثروات الطبيعية في الأقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقا لافتقارها إلى الأساس الدستوري وسبق أن طلبت من حكومة الأقليم والشركات النفطية نسخا من تلك العقود إلا أنها لم تسلم حتى الآن كما يبلغ معدل كلفة الإنتاج بحسب البيان 6.9 دولار للبرميل بينما تطالب تلك الشركات بثلاثة أضعاف المبلغ مع عدى أجور النقل المبالغ بها والتي لم تستجب للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية الوزارة أكدت أن بيان الرابط أبي كور تضمن تدخلا سافرا بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية ودعت الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق لاحترام سيادته وقوانينه وقراراته القضائية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر